اخبار العراق اليوم الخميس 28-04-2022 السلام عليكم متابعي قناة اخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتوصلكم الاخبار العاجلة والحصرية لن تتكرر علي الشريفي يعتذر بخصوص ظهوره مع فتيات ويطلب السماحة عليكم احبابي ورحمة الله وبركاته رمضان كريم عليكم طبعا كثر اللغط علي بالآمنة الاخيرة على الاعلانات اللي كانت مع النساء مو فقط اعلانات حتى لقاءاتي مع النساء انا من اليوم من هذا الشهر المبارك هذا الشهر الفضيل اعتبروني اخوكم اعتبروني ابنكم احنا نقول خلونا نسلم احنا ما معصومين وكل ابني ادم خطاء فاني من اليوم يعني اقدم ذنوبي امامكم واني اعترف بخطأي وما رح تتكرر اي لقاءاتي باي شكل من الاشكال مع المتبرجات واريدكم السامحوني والعذر عنده كرام الناس مقبولوا اخوكم سيد علي الشريفي رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي يعين شقيق وزير الثقافة بمنصب رفيع عيث كشفت وثيقة عن تعيين شقيق وزير الثقافة بمنصب مدير عام في وزارة الصناعة بناء على موافقة من رئيس الوزراء وذكرت وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة بامر وزارية استنادا الى الامر الديواني الخاص من رئيس الوزراء اعادة تنسيب عزيز ناظمة الموظف في شركة الاسمنتة الى المديرية العامة للتنمية الصناعية وتكليفه بمهام مدير عام المديرية بصلاحياته طلب النيابي لرفع الراتب الاسمي لمنتسبي الدفاع والداخلية تقدم النائب ذرغام المالكي بطلب النيابي الى الامانة العامة لمجلس رئاسة الوزراء من اجل الراتب الاسمي لمنتسبي الدفاع والداخلية وقال المكتب الاعلامي للنائب المالكي عبر وثيقة رسمية انه نظرا للجهود المبذولة من قبل ابطال قواتنا الامنية لوزارتي الدفاع والداخلية فاتح النائب ذرغام المالكي الامن العام لمجلس الوزراء حول تعديل الراتب الاسمي لمنتسبي الوزارتين واكد النائب المالكي على ضرورة دعم هذه الشريحة المهمة التي قدمت دماغا في سبيل الوطن وضمان حقوقهما ما علاقة زيارة الحلبوسي الى ايران بتشكيل الحكومة العراقية كشف عضو اتلاف دولة القانون فاضل مواتا ان زيارة وفد برلماني برئاسة رئيس مجلس النواب الى ايران لا علاقة له بازمة تشكيل الحكومة وقال مواتا ان الوفد الذي يرأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي زار ايران اليوم يأتي ذلك ضمن برنامج التواصل مع الجارة ايران واوضح انه لا علاقة لزيارة الوفد بازمة تشكيل الحكومة فان الجمهورية الاسلامية في ايران تتعامل مع العراق وفق القنوات الرسمية ولا دخل لها بشكل مباشر بتشكيل الحكومة وانما تعمل دائما على نصح القوى السياسية لتقوية العملية السياسية دون تدخل بشكل مباشر نقابة الصيادلة تكشف عن تحركات جديدة لتطبيق مقترح الدولار الدوائية كشفت نقابة الصيادلة عن تحركات جديدة من اجل العمل بمقترح الدولار الدوائية وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي ان مقترح الدولار الدوائي قدم الى رئيس الوزراء في منتصف كانون الثاني من العام الماضي ولم يصل إلى النقابة أي رد حول هذا الموضوع وأضاف أن هذا المقترح لم يعرض على مجلس النواب كونه مقدم إلى الحكومة حيث أن كل مشروع أو مقترح فيه جنبة مالية تقدمه الحكومة إلى البرلمان وليس العكس وتابع الهيتي أنه تم التواصل مؤخرا بين نقابة الصيادلة ولجنة الصحة والبيئة النيابية بخصوص مقترح الدولار الدوائية مشيرا إلى أن النقابة بانتظار عقاد جلسات البرلمان للحصول على دعم المجلسة فيما يخص الحصول على دواء آمن وفعالة وبسعر محددة في حال تم اعتماد الدولار الدوائية الذي سيكون فيه سعر صرف الدولار بما يوازي 1200 دينار عراقية الإطار يعلن موعد بدء المفاوضات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة أعلن الإطار التنسيقي عن موعد بدء المفاوضات الحقيقية بين القوى السياسية العراقية بشأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة وقال القياد في الإطار عائد الهلالي أن المفاوضات الحقيقية بين القوى السياسية العراقية بشأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة ستكون ما بعد انتهاء عطلة عيد الفطرة فبعد هذه العطلة ستكون هناك جولة مفاوضات مكثفة بين كل الأطراف السياسية وأضاف أن اللجنة الخماسية المشكلة من قبل الإطار التنسيقي وحلفائه سيكون لها جولة مفاوضات وحوارات مع كل الأطراف السياسية بما في ذلك التيار الصدرية خصوصا أن الكل يدرك أن حل الأزمة يكون من خلال اتفاق وتوافق بين الإطار والتيارة التجارة تتحدث عن أسعار بطل الزيت وتكشف إمكانية خفضها كشفت وزارة التجارة عن استخدامها طريقتين رادعتين لمواجهة محتكري المواد الغذائية ورفع الأسعار في الأسواق المحلية فيما أكدت أنه من الصعب السيطرة على الأسواق المحلية وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية إن الوزارة اتخذت إجراءات رادعة من قبل عملياتها وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني خلال الأزمة واستخدم الطريقتين الأولى الوعي الجماهيرية وحث رجال الأعمال والتجارة بعرض منتجاتهم بشكل سلس وشفاف والأخرى الطريق القانوني والإدارية والهدف منها منع الاحتكار وأضاف أن المواطن كان له دور كبير في مواجهة الأزمة من خلال التعاون والوعي والإبلاغ عن المخالفات التي تحدث والذين يستغلون الأزمة من خلال الاحتكار مبينا أن الأجهزة الأمنية والرقابية في وزارة التجارة نجحت في وضع اليد على أربعون تاجرنا عمل على استغلال الأزمة ورفع الأسعار وحول أسعار الزيت علق حنون أن أسعار الزيت مختصة بالبورصة العالمية وأزمة الصراع الروسي الأوكرانية لكن الإجراءات التي اتبعتها وزارة التجارة من خلال الشركة المستثمرة في قطاع السلة الغذائية ساعدت بتوفير هذه المادة لشريحة كبيرة من المواطنين عبر البطاقة التموينية وأضاف أنه من الصعب جدا السيطرة على أسعار السوق المحلية مبينا أن السوق العراقية سوقا مفتوحا والتوجهات الحكومية والقوانين هو فتح الأسواق وعدم التدخل اقتصادي يحذر من قانون الأمن الغذائية باب من أبواب الفساد والسرقة حذر الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري من تشريع قانون الأمن الغذائية المقدم من قبل حكومة تصريف الأعمال الحالية وقال الشمري ان قانون الامن الغذائي باب من ابواب الفساد والسرقة ولهذا انه من الافضل عدم اقرار هذا القانون وتوزيع المبالغ المخصصة له كرواتب او وضعها بصندوق يخصص للاجيال ودعا الى التريث في تشريع هكذا قوانين تكون بابا من ابواب الفساد والسرقة امطار وسيول في محافظة اربيل اشتركوا في القناة